انا الكرمة الحقيقية وابي الكرام كل غصن مني لا يحمل ثمرا يقطعه وكل ما يثمر ينقيه ليكثر ثمرا انتم الان انقياه بفضل ما كلمتكم به اثبتوا فيي وانا فيكم وكما ان الغصن لا يثمر من ذاته الا اذا ثبت في الكرمة فكذلك انتم لا تثمرون الا اذا ثبتتم فيي انا الكرمة وانتم الاقصان من ثبت فيي وانا فيه يثمر كثيرا اما بدوني فلا تقدرون على شيء من لا يثبت فيي يرمى كالغصن فييبس والاقصان الياب ستجمع وتطرح في النار فتحترق اذا ثبتتم فيي وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تشاءون فتنالونه بهذا يتمجد ابي ان تحملوا ثمرا كثيرا فتكونوا تلاميذي انا احبكم مثل ما احبني الاب فاثبتوا في محبتي اذا عملتم بوصاياي تثبتون في محبتي كما عملت بوصايا ابي واثبت في محبته قلت لكم هذا ليدوم فيكم فرحي فيكون فرحكم كاملا هذه هي وصيتي احبوا بعضكم بعضا مثل ما احببتكم ما من حب اعظم من هذا ان يضحي الانسان بنفسه في سبيل احبائه وانتم احبائي اذا عملتم بما اوصيكم به انا لا ادعوكم عبيدا بعد الان لان العبد لا يعرف ما يعمل سيده بل ادعوكم احبائي لاني اخبرتكم بكل ما سمعته من ابي ما اخترتموني انتم بل انا اخترتكم واقمتكم لتذهبوا وتثمروا ويدوم ثمركم فيعطيكم الاب كل ما تطلبونه باسمي وهذا ما اوصيكم به ان يحب بعضكم بعضا ان ابغضكم العالم فتذكروا انه ابغضني قبل ان ابغضكم ولو كنتم من العالم لا احبكم العالم كاهله ولاني اخترتكم من هذا العالم وما انتم منه لذلك ابغضكم العالم تذكروا ما قلته لكم ما كان خادم اعظم من سيده فاذا اضطهدوني يضطهدونكم واذا سمعوا كلامي يسمعون كلامكم هم يفعلون بكم هذا كله من اجل اسمي لانهم لا يعرفون الذي ارسلني لولا اني جئت وكلمتهم لما كانت عليهم خطيئة اما الان فلا عذر لهم من خطيئتهم من ابغضني ابغض ابي لولا اني عملت بينهم اعمالا ما عمل مثلها احد لما كانت لهم خطيئة لكنهم الان رأوا ومع ذلك ابغضوني وابغضوا ابي وكان هذا ليتم ما جاء في شريعتهم ابغضوني بلا سبب ومتى جاء المعز الذي ارسله اليكم من الاب روح الحق المنبثق من الاب فهو يشهد لي وانتم ايضا ستشهدون لانكم من البدء معي